وصلتني معلومة تقول أنه علي فاضل حصل على الداتا مال البرلمان صحيح هذا الحجي؟ منين وصلتك هاي المعلومة؟ وصلتني معلومة مثل ما أنت توصلك معلومات وناس تدزلك أنا همين ناس ثقة قالوا يا بي علي فاضل وصلت إلى الداتا مال البرلمان السرية والعلنية كل شيء وصل من البرلمان هذا الحجي اليوم الناس دا شوفنا علي فاضل فهذا الحجي صدق له تشذب؟ بس حتى نوضح للناس كلمة داتا لأن هذا مصطلح إنجليزيا فالداتا اللي هو كل المعلومات اللي موجودة بحاسبات مجلس النواب من 2003 لليوم من وثائق من جلسات سرية من جلسات علنية من جلسات من تسجيلات وصلتك؟ وصلتك؟ أي وصلت؟ شلون؟ وصلتني بعض صحفي بس مثل ما سألتك قلت لك شلون وصلتك المعلومة قلت لك أنا صحفي ووصلتني أنا صحفي ووصلت أكيد أستاذ قحطان لا جنابك الكريم ولا أنا ولا أي صحفي بالعالم يكشف عن مصادر أو عن أشخاص بس يعني أنا صحفيين ليش تستغرب؟ أنا أقول لك ليش؟ يعني حتى لو كان أنه اليوم المعلومة اللي توصلنا كصحفيين بس أكو طرق توصلك بيها المعلومة يعني معناته أنه أحسر بلك يا من داخل البرلمان مستحيل يعني كنائب أو شي مستحيل أكيد طبعا ماكو واحد يسرب على نفسه يعني هاي من السابع المستحيلات صح أضف إلى ذلك أضف إلى ذلك أنه أنت بس أيضا نقطة مهمة أضف إلى ذلك أنه أنت قاعد تقول ذاتة مجلس النواب أي بمعنى أنه كل الكتلة السياسية يعني أكيد ماكو كتلة هي اللي دازت لليان أكيد مشمولة موجودة يعني كتبها وستسجيلاتها أو شيء فوصلت عن طريق أكيد مو عن طريق مجلس النواب أو طريق مجلس النواب أو حتى الشعب يعني أكيد بس المهم وصلت أكيد أنا أتحفظ على الجواب أو على مصدر إذا قلت لي ماكو كتب وصلت أنا أقول لك شلون يعني قبل ربما أربع أو خمسة شوح حلو هس خلي الناس هي تعرف شلون لعب ما دام أربع أو خمسة شوح هي الناس تعرف شلون طيب علي فاضل خلينا نبلش شهر الثاني شهر الثاني 2022 أنت أنت صحفي ومن حقك تحافظ على سرية المعلومة تمام زين ولكن بالمناسبة ملاحظة أيضا مهمة أستاذ قحطان هذه الداتا وهذه المعلومات معلومات برلمان بلدي برلمان العراق هذا أكيد أنا ما راح أخلي يتداول عند هذا وعند هذا سؤال سؤال يخص هذا الموضوع أنا أعرف هم حرامي أنا أعرف هم قتل أنا أعرف شيء ولكن هذا يعتبر من أسرار الدولة أنا أكيد ما راح أخليه ولكن أنا راح أشكه شيء يضر الشعب ألقابي أن أشرق الشعب هو هذا سؤالي سؤالي من وصلتك هاي الملفات البرلمان العراقي لقيت بي لما استطلعت صار لك تقول خمسة شهر لقيت بي أشياء بيها مشاكل بيها فساد بيها لقيت ترجمة نانسي قنقر